من برحة السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي كان له حضور مهم جدا في استفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في مدينة الإسماعيلية أثناء وجوده وجه عدد كبير جدا من رسائل المهمة بخصوص حل الأزمة الفلسطينية والحرب اللي شغالة في قطاع غزة من ساعة هجمات السابعة من أكتوبر كمان اتكلم سيادته عن مرور 51 سنة على نجاح القوات المسلحة في حرب أكتوبر وفترة الحرب اللي كانت مليئة بالصراعات وبالكراهية خلينا نرف تفاصيل أكتر عن الحدث دلالات الحدث أهميته وانعكاساته ونضفنا الكاتب الصحفي جمال رائف صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير صباح الخير على حضرتكم وصباح الخير على كل سادة مشاهدين أهلا بحضرتك خلينا في البداية أسألك عن رؤيتك لأهمية حضور الرئيس السيسي في استفاف تفتيش الفرقة المدرعة في الجيش الثاني الميداني بالإسمالية في الحقيقة أن طبعا هذا الاستفاف المهيب الذي شهدناه بالأمس للفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني استفاف بيؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة ولديها قوة الرضع ولديها أيضا الرجد وفي الحقيقة هذه رسائل مهمة لدولة اختارت السلام كخيار استراتيجي وهذه أيضا الرسائل التي تضحت في حديث السيد الرئيس السيد الفتاح السيسي بالأمس وبالمناسبة تضحت أيضا خلال العشرة أيام الماضية يعني في أكديمية الشرطة في الأكديمية العسكرية في الاستفاف الخاص بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالأمس كان هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على التأكيد على بعض النقاط الغاية في الأهمية أولا فيما يتعلق بقوة وقدرة الدولة والإرادة الوطنية المصرية وهذه كانت رسائل مهمة وحاضرة وأن الإرادة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات هذا لا يعني أن الدولة المصرية دولة مندفعة أو دولة تحتدي على الآخر أو دولة تتدخل في شؤون الآخرين أو لديها أجندات خفية كما تحدث السيد الرئيس بالعكس على الإطلاق دولة رشيدة لديها الحكمة لديها من الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقوة أيضا الراضعة لتحافظ على السلام الذي اختارته منذ 51 عام وقادرة أيضا على الحفاظ عليه وسط هذا العراق الإقليم يعني وسط هذه الفوضى الإقليمية الدولة المصرية قادرة على أن تصوم مقدراتها ولهذا تحدث السيد الرئيس بالأمس عن المهمة الرئاسية للقوات المسلحة المصرية الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية الحدود المصرية وبالتالي الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على خيارها المتعلق بالسلام وبالتالي هذه الرسائل كانت حاضرة خلال العشرة أيام الماضية وهي طبعا موجودة طوال الوقت في حديث أو الكادة السياسية المصرية وفي حديث الدولة المصرية ولكن كانت بارزة طبعا خلال أو المناسبات في الأيام القليلة الماضية وبالتأكيد كانت حضرة بالأمس هذه نقطة النقطة الأخرى في حديث السيد الرئيس بالأمس والتي كانت مهمة للغاية ما يتعلق بالإرادة المصرية والتي حققت النصر يبين 73 وتركيز السيد الرئيس على فكرة هذه الإرادة المصرية وهنا السيد الرئيس استحضر التجربة في حرب 73 وكيف كانت القدرات متفاوتة نوعا ما ولكن الإرادة القدرة المصرية وهنا الشخصية المصرية التي ارتكز فيها أيضا السيد الرئيس في حديثه على عبقرية الرئيس الراحل أنوري السادات حينما تحدث عن القيادة في هذا التوقيت ورؤيتها الاستشرافية وهنا بقى نتحدث عن عبقرية الشخصية المصرية سواء على صعيد المواطن أو على صعيد القيادة المواطن الذي ترسخت لديه الإرادة فعبر القناة حتى وهو مدرك أن قدراته العسكرية ربما لم تكن بنفس القدرات وأيضا القيادة التي وضعت حينها الخطط وأيضا وضعت الخطط المستقبلية التي ربما حتى لو كان البعض ساعتها أنصت لها لكنا يعني بعدنا عن كثير من المشكلات في المنطقة بالعودة مرة أخرى لا خلينا استذكر السيد الرئيس عدد من مقلات الرئيس الراحل أنوري السادات واستشهد بحكمته وتحدث عنه في هذا الاحتفال المهيد أبرز ما تتذكره ووقعه الآن على مسامع المصريين وعلى مسامع المنطقة التي ربما يعني بتشهد حرب بتمتد من من المنطقة الأخرى عامل السادات يمكن الرئيس الراحل أنوري السادات خاض الحرب من أجل تحقيق السلام لم يقض حربا من أجل الحرب بل هو خاض الحرب من أجل استرداد الأرض والكرامة ومن ثم الانتقال بالمنجز العسكري إلى منجز سياسي هذا ما حققته الدولة المصرية وأيضا حينما حقق الرئيس الراحل أنوري السادات النصر ذهب به إلى المنطقة بشكل عام وأراد أن يبلور رؤية السلام كرؤية شرق أوسطية أو كرؤية عربية لتحفظ للمنطقة سلاما مستداما ولكن ربما الظروف في التوقيت حينها لم تكن أيضا متضحة للعيان أو القيادات في وقتها بالضبط هناك ربما أعذار لهذا ولكن طبعا الرؤية المصرية كانت رؤية استباقية ورؤية استشرافية وقاد العرب نفسهم قالوا هذا الكلام بعد كده بالضبط ويمكن هنا هقف وقفة لأن هذه الرؤية في الحقيقة رؤية أيضا حاضرة الآن وده لي بيأكد أن هذه الرؤية رؤية راسخة في العقيدة المصرية وفي الشخصية المصرية يعني لما نجد مثلا قد السياسية المصرية سيد رئيس عبد الفاتح السيزي منذ اليوم الأول لهذه الحرب ماذا قال؟ استشرف المستقبل استشرف ما نراه اليوم إن تساع دائرة الصراع سوف يدخل هذا الإقليم في مخاطر كبيرة وفي فوضى كبيرة والقادر الفلسطينية في منعطف قطير وبالفعل الآن القادر الفلسطينية تدفع الثمن لبنانيا تدفع الثمن سوريا تدفع الثمن المنطقة بالكامل تدفع الثمن لماذا؟ لأن الصراع التسع وبتري أيضا أنت تحدثت هنا في الدولة المصرية بشكل استشرافي إذن هذه الرؤية الاستشرافية هي رؤية نتاق خبرات لدى الدولة المصرية والقيادات السياسية المصرية وهي بالمناسبة يعني طبعا الرئيس الرحل أنور السيدات كان عبقريا كما تحدث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ولكن أيضا هذه العبقرية هي أيضا موجودة لدى الدولة المصرية طوال الوقت وبنراها الآن حتى في تحركات مصر الدبلوماسية التي تستند على هذه العبقري يعني هذا النمط في إدارة الدولة المصرية منذ الرئيس الرحل أنور السيدات ما زال حاضرا داخل العمل المصري وما دلنا متأثرين به وما دلنا نرتكز عليه سواء في النصر أو في السلام وبالتالي كان السيد الرئيس مبارح حريص على هذا الأمر أن يؤكد أن عبقرية الرئيس الرحل أنور السيدات حاضرة معنا الآن بل أننا نستشهد بها ونرتكز عليها ونؤسس عليها أيضا رؤيتنا الاستشرافية فيما يتعلق بالخطط التي يجب أن نعمل عليها لترسيخ السلام في المنطقة وبالتالي حينما تحدث السيد الرئيس هنا عن القضايا الفلسطينية تحدث كما نتحدث دوما كدولة مصرية منذ فترة الرئيس الرحل أنور السيدات حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضايا الفلسطينية الثابت الأساسية لدى الدولة في هذا الأمر وأيضا تحدث عن ثلاثة نقاط رئيسية هي أولوية عمل للدولة المصرية في هذا التوقيت أولا ما يتعلق بوقف إطلاق النار ما يتعلق طبعا بتبادل الأسرة والمحتجزين وما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية كأولوية عمل في هذا التوقيت هذا طبعا بجانب الرؤية العامة المتعلقة بطبعا حل الدولتين كحل عادل وشامل وبالمناسبة والعظيم في كلمات السيد الرئيس بشأن القضايا الإقليمية بالتحديد أن السيد الرئيس لا يذهب للقضايا الفرعية التي هي تحدث في الإقليم بل يذهب لمركز الإقليم لأساس القضية لأن إذا أردت أن تهدئ من أوضاع المنطقة فعليك أن تخمد نقطة الاشتعال الرئيسية وهي القضايا الفلسطينية وبالأسف في الحقيقة أن الجنب الإسرائيلي طوال الوقت يحاول أن يحدث تشتيت في الرأي العام الدولي والإقليمي والاستجابة لهذا التشتيت أمر خطير للغاية وبالتالي الدولة المصرية لا تستجيب لهذا التشتيت بل تتحدث دوما عن جوهر القضايا الفلسطينية ترى جبهات عدة تنفتح وترى حتى وسائل الإعلام الدولية تذهب لهذه الجبهات وتغفل للقضايا الفلسطينية في حين حتى هذا ينطبع للإعلام المصري أن الإعلام المصري حتى في ظل انفتاح كل هدي الجبهات دوما يركز عدساته على القضية الفلسطينية يركز أقلامه على القضية الفلسطينية إذن نحن نتحدث عن منهجية دولة ترى إن إذا أردت أن تهدئ من الأوضاع في المنطقة فعليك أن تخمد النيران المتعلقة بالقضية الفلسطينية ده بكل تأكيد يمكن زي ما حضرتك تحدثت عن فكرة القيادة الرشدة ويمكن من أهم سمات القيادة الرشدة أن تكون مدرك تمام الإدراك لمقاوماتك وقدراتك الحقيقية لو أنتكلم عن الظروف المحيطة لن هنقارن الظروف المحيطة حين وقت عرب 73 والظروف المحيطة أريد أكلم على المنطقة الظروف الإقليمية لو أنقارن الظروف أنهي أصعب أنهي أدق الظرفين صعبين ولكل وقت حساباته ويمكن هنا أيضا السيدة الرئيس بالأمس أشار إلى هذه النقطة إن حتى إبان 73 كان الظرف الإقليمي صعب وربما أدوات الحرب في 73 تختلف عن أدوات الحرب الآن وإذا كنا نتحدث عن الصعوبة التعقدات المشهد يا أستاذ جمال الآن أصعب نعم طبعا الأباء والأجداد خذوا حروب صعبة للغاية وفق كمان الإمكانيات التي كانت متاحة طبعا أنت الآن لديك قوة وطنية شاملة عظيمة للغاية على الصعيد والتكنولوجيا تعمل دور كبير بالضبط والقوة الناعمة والقوة العسكرية والقوة الأمنية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية أنت الآن لديك طبعا مفردات أقوى بكثير وتختلف وموازين القوة الآن حتى حرب 73 حرب أكتوبر غيرت موازين القوة ووضعت مصر في مكانة هي تستند عليها حتى الآن ووضعت كل قوة إقليمية في مكانها الصحيح وبالتالي مصر وضعت منذ 6 أكتوبر في المكانة الصحيح التي تستحق وبالتالي أنت ترتكز على هذا الأمر ولكن الوضع الإقليمي الآن بالتأكيد أصعب أصعب بكثير لأن الدول العربية المحيطة بك تعاني أزمات كارثية يعني حينما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن السودان الشقيق نتحدث عن سوريا الشقيقة نتحدث عن لبنان العراق العراق يعني الأوضاع صعبة للغاية وصورة للقرد الأفريقي يعني حتى لما نتحدث عن جيبوتي نتحدث عن الصومال يعني الأوضاع في المنطقة العربية السند الحقيقي لأن في الآخر أنت أمنك القومي الداخلي مرتبط بالأمن القومي العربي لا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن ذاك الأمر وده اللي بيخلي الدولة المصرية دائماً تتحرك لدعم الأشقاء وده أيضاً هنخليني أرجع لحديث السيد الرئيس إننا لسنا لدينا أجندة خفية بل هذا هو المحرك إننا لدينا إيمان راصخ إن أمننا القومي الداخلي مرتبط بالأشقاء باستقرار الأشقاء بهدوء المنطقة بالسلام الإقليمي وبالتالي بنشتغل طوال الوقت لدعم هذا السلام والاستقرار من أجل أيضاً دعم أمننا القومي ولكن لدينا أي أجندات خفية على الإطلاق وده واضح حتى مش بس في تصرحات القيادة السياسية المصرية ولا في تصرحاتنا نحن كإعلام أو مسؤولين حتى في الدولة بيصرحوا بهذا الأمر لا المسؤولين الغربين نفسهم والمسؤولين الشرقيين مسؤولين من كل دول العالم حينما تنصت إلى تصرحاتهم يتحدثون أن مصر نقطة الارتكاز في حل أي من القضايا في المنطقة هذا يعني أن هناك ثقة دولية وأن هناك مصدقية لدى الدولة المصرية هذه المصدقية وهذه الثقة لم تكن لتكون موجودة إلا لو أنت فعلا ما عندكش أي أجندات هو أنا هصق فيك ليه هصق فيك لأنك لديك شفافية ولديك رؤية واضحة ولديك ثوابت واضحة في حل جميع القضايا وليست لديك أي أجراض ولديك سمعة طيبة في التوسط بين أطراف الإقليم طيب الدول لما تحب تعمل استعراض عسكري تفتيش حرب تعلن عن سلاح بيبقى ليها أهداف بيبقى ليها رسائل ضمنية عايزة زي ما بيقولوا كده تمررها ما هي أبرز رسائل السادة الرئيس يوم أمس واللي يعني ذكرها ضمنا ولكن لابد أن نتوقف عندها كثيرا يعني أولا فيما يتعلق بالاستعراض في حد زيته طبعا هو يأتي في إطار احتفالات مصر بالزبط وده يعني تكريم لهذه الفرقة التي كان لها دور عظيم للغاية إبان الحرب وفي الحقيقة أيضا أن السلام يحتاج إلى قوة تحميل طبعا يعني الدولة المصرية حينما اخترت السلام فهي اخترت سلام الأقوياء وسلام الأقوياء يجب أن يكون لديه قوة رضع لي أيضا يعني تحافظ على هذا السلام وتحافظ على استدامة هذا السلام وقوة الرضع هنا طبعا أساسها الرئيسي قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وأيضا مفردات القوة المصرية الأخر وبالتالي هذه النقطة النقطة الأخرى قدرتك أيضا على أن تتواكب مع العصر يعني لما نشوف أمس الاستهراض العسكري المهيب في الحقيقة لا يقتصر فقط على قدرتك التدريبية وطبعا تنمية العنصر البشري وتدريبه وتأهيله وظهر بمستوى راقي أشد به سيد الرئيس ولكن أيضا على مستوى التصنيع يعني أيضا الأمر في الحقيقة يدعو للفخر تصنيع في مجالات المصر المجالات عدة يعني أصبحها الآن متطور في مصر وأيضا مجالات العسكرية وبالتالي أيضا هذا يؤكد أنك أيضا لديك رؤية مستدامة في تطوير منظومتك العسكرية ولديك القدرات ولديك الإمكانيات وهذا أمر مهم للغاية الرسائل الأخرى أيضا هي فكرة نعم لدينا القوة ولدينا الرضع ولكننا دوما نختار السلام وكذا السيد الرئيس تحدث عن السلام كخيار استراتيجي للدولة المصرية بالضبط وبالتالي هنا بقى توظيف هذا الخيار والحفاظ عليه في إحداث تنمية مثلا في سيناء وإيجاد التنمية أيضا كأحد وسائل الحفاظ على هذا السلام وبالتالي نحن نتحدث عن أن الدولة المصرية نعم تقول لدي قوة كبيرة ولكنها قوة رشيدة قوة تتعامل بحكمة قوة تدافع لا تعتدي قوة تحافظ على مكتسب السلام وتعظم من مكتسبات النصر التي حققها الأباء والأجداد وبالتالي هذه هي رسائل الأبرز بالأمس وأعتقد أن في الحقيقة ما نشهده خلال العشرة أعوام الماضية يؤكد أن الدولة المصرية نأت بنفسها عن الدخول في الكثير من المشكلات الإقلامية وسيد الرئيس أشهر لنقاط مهمة بالأمس سواء فيما يتعلق بـ 2011 2013 دي نقطة بقى مهمة أستاذ جميل فاسترجاع أيضا هذه اللقطة لقطة مهمة للغاية أن حتى نحن في ظل هذه التحديات عليكم في الخارج أن تدركوا أن حتى ونحن في ظروف أصعب من هذا تماسكت الدولة المصرية بل أن الجيش المصري العظيم مع الشعب المصري تماسك وكان نسيجا واحدا في ظل خريف إقليمي عصفة بدول كانت مستقر إلا أن الدولة المصرية تماسكت فإذن هذه إشارة مهمة في 2013 أيضا محاولات إفشال الدولة من الداخل جماعة إرهابية تتسلق إلى السلطة فتأتي أيضا الإرادة الشعبية مستندة على الجيش المصري العظيم وعلى قوات المسلحة المصرية فأيضا يتم إبراز فكرة النسيج الواحد التماسك الداخلي وأيضا نعبر هذا التحدي ثم أيضا نعبر بعض التحديات الأخرى سواء على صعيد التنمية أو الإصلاح الاقتصادي على صعيد جائحة كورونا يعني الجيش أيضا مصري كان حاضرا في جائحة كورونا لا يمكن أن ننكر هذا يعني لو نتذكر كده المشاهد حينما نزلت ألقات المسلحة المصرية لتطهير الأماكن العامة وعملت بجانب المستشفى أو يعني الوزارة الصحة وغيرها من مؤسسات الدولة إذن الجميع حينما تشتد الظروف في الداخل المصري يعمل كنسيج واحد إذن استحضار هذه أيضا اللقطات في حديث السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت مهمة للغاية وبالتالي هستحضر هنا برضو ثلاث محطات يعني متتالية كما كنا نتحدث في بداية هذا اللقاء فيما يتعلق بلقاءات او حديث السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشرة أيام الماضية سواء في الأكاديمية الشرطة أو في الأكاديمية العسكرية أو للأمس تحدث عن التماسك الداخلي والتماسك الداخلي في المواقف الثلاثة كان يشغل حيز كبير سواء من خلال الحديث المباشر أو ضمن داخل سطور الحديث من السيد الرئيس يعني حيز كبير للغاية لماذا؟ لأن بتأكيد التماسك الداخلي للدولة المصرية هو حائط الصد الحقيقي هو مفتاح النصر سواء في 73 أو في 2011 أو في 2013 أو يبان جاء حق كورونا أو حتى الآن في ظل اختبار صعب للغاية تمر به الدولة المصرية في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية الصعبة للغاية التي تؤثر على الداخل المصري لأن لا يمكن أن ننكر أن مصر تتأثر كما تتأثر كل دول العالم بهذه المتغيرات الإقليمية إذا كان نتكلم على المتغير الاقتصادي نتاج الأوضاع في الشرق الأوسط بتؤثر الآن على المواطن الأوروبي إذا كنا نحن في قلب الحدث إذا كنا نتأثر بسبب انخفاض إرادات قناة سويس بسبب هذا العراق الإقليمي إذن نحن نتأثر ولكن التماسك الداخلي وعي وإدراك المواطن عشان كده سيد رئيس تحدث أنها معركة وعي إذن الوعي والإدراك مع التماسك الداخلي هذه مفردات النجاة دوما للمواطن المصري منذ أن خذنا الحروب في الماضي لإنقاذ هذا الوطن واستعادة الأرض أو حتى الاسترداد من الجماعة الإرهابية أو أمام الإرهاب ومكافحة الإرهاب أو حتى الآن ونحن نواجه هذه الأعصير الإقليمية لنحافظ على دولتنا صحيح استذكار دروس التاريخ يمكن يعتبر بالحاجات المهمة جدا جدا اللي كانت مبارح في استفاف الفرقة الرابعة اللي حضروا السيد الرئيس وأعتقد أن استخلص في عدد من الدروس المهمة شكرا لك الكاتب الصحفي لفس جامر رائف نورتنا وشرفتنا تعليقا على هذا الحدث الهام شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا لحضراتكم وشكرا لكل سلم شكرا لكم شكرا لكم شكرا